السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتح حلقة ان شاء الله سأشارككم تجربة السيئة مع الدياش ايل الدياش ايل هي شركة خاصة بالشحن السريع تقوم بشحن لك من توجيك من اي موقع يدعم الدياش ايل وتلسله في ضرب 7 ايام ويصل تقريبا ب60 دولار كرسوم خاصة بالشحن انا شخصيا تعاملت مع شركة كيربس هاتي الاخيرة قامت بارسالي منتوج يصل 8 الى 20 دولار بمقابل عمل مرجع له انني لم ادفع اي سنت في مقابل المنتوج توصلت بالمنتوج في ضرب 7 ايام وصلني الى الضار البيضاء وتلقيت مكالمة من الدياش ايل قالوا لي انني سأدفع 60 دولار مقابل الشحن السريع وهذا امر عادي جدا لانها هي الرسوم الخاصة بالشحن ولكن ما استغربته في الحقيقة هو انهم قالوا لي انني سأدفع ازيد من 40 دولار في الرسوم الجمركية وانا دائما اشتري من الانترنت واي منتوج اقل من 50 دولار لا ندفع عليه الرسوم الجمركية في المغرب وصراحة استغربت لهذه المسألة وقلت مع نفسي سأقاطع الدياش ايل وهذا هو اخر تعامل لي مع الدياش ايل بمقابل منتوج لم تشتري حتى ان اشتريته ب20 دولار فهذا لا يعقل منطقيا امر لا يتقبل العقل الادفع 110 دولار بمقابل منتوج يساوي 20 دولار وقلت لهم يعني ساقوم برفض ذلك يعني عاد المنتوج الى موقع او شركة جيربز صراحة تجربة جد جد سيئة ولا يعني اخر اخر تعامل لي اصرح به علاقات بريزما مع الدياش ايل اتمنى من صميم القلب ان الرسالة قد قد وصلتكم من احسن الجنواني وانت قد استفدتم من هذه الحقة بطبيعة الحال دائما لا تنسوا لايك للصفحة على الفيسبوك عبر الرابط www.fb.com.brismainfo كذلك لا تنسوا زيارتنا على موقعنا الالكتروني www.prisma.com وكذلك سبسكرايب اشتراك وابوني في قناتنا على ليتوب والاندبام الى ازيد من 12 الف مشترك واتمنى ان هذه التجربة قد نالت اعجابكم وافدتكم بطبيعة الحال اراكم ان شاء الله في معد اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريزما قناة تقنية عربية تهتم بكل ما هو جديد وحصري في عالم المعلوميات مؤسسها رشيد ايدوشبرغ وهدفها ان نهض بالشأن التقني بالويب العربي اشترك بقناة بريزما وكن اول من يتوصل بالجديد